موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بالسادة الحضور معكم محمد جامي محلل ومدير محتوى بمجموعة اكوتي سأعطيكم محاضرة اليوم بدلا من الاتصال درائد بسبب تغيبه لظروف خارج عن ارادته محاضرتنا النهاردة هتكون بعنوان صياد الاتجاه صياد الاتجاه دي استراتيجية هنتكلم عليها وهي بتتكون من مؤشرين بندمجهم مع بعض مؤشر الادكس ومؤشر البربولكسار اول حاجة هنتكلم عليها عن اهداف الاستراتيجية وايه اللي هنقدر نستفيده من الطريقة دي وهتفيدنا بايه من طرق التداول الاستراتيجية دي احنا هنقدر نستخدمها على اكتر من اطار زمني وعشان كده بنقول انها تعتبر من اسرع اسليب التداول اليومي وتعد طريقة رائعة اذا كنت تبحث عن طريقة آلية لدخول السوق هي ليها طرق واضحة وليها نقاط واضحة في اشارات الدخول والخروج من السفقات عشان كده نقدر نقول علي انها طريقة آلية مش موقع يعني ببينسبش اسليب الدخول والخروج تقدر تختلف من متداول لاخر يعني احنا عندنا في الطريقة دلوقتي هنتكلم عليها في اسليب واضحة وشروط اذا توفرت في الصفقة او اذا توفرت في المنتج اللي انت هتشتغل عليه تقدر تدخل يا شراء يبيع تاني حاجة الطريقة دي هتقدر تساعدك فلو انت عندك طريقة او استراتيجية بتستخدمها فهي هتعتبر طريقة مساعدة لك في تداولاتك يعني تقدر تدمجها لاي طريقة او اي استراتيجية انت بتستخدمها زي ما تكلمنا ان الاستراتيجية دي بتتكون من مؤشرين مؤشر التوقف والانعكاس اللي هو الاسمه البربوليكسار ومتوسط الحركة الاتجاهية الـ EDX وهنتكلم بالتفصيل دلوقتي عن كل مؤشر فيه طبعا زي ما اتفعنا زي ما قلنا دلوقتي ان احنا تقدر تستخدم الطريقة دي على اكتر من اطار زمني عشان كده بنقول انها تعد طريقة رائعة لهلاء الذين يرغبون في التداول على القطر الزمنية الاصغر وفتح عدة صفقات طوال اليوم احنا نقدر من خلال الطريقة ان احنا ندخل على الاطار الزمني الربع ساعة والنص ساعة والساعة والفريمات اربع ساعات فعشان كده بنقول انت لو هتقلل كل ما هتقلل الاطار الزمني كل ما هتلاقي فرص اكتر فعشان دي تعتبر ميزة برضو موجودة لللي حابب يدخل صفقات كتيرة في اليوم اللي مش متفرغ للتداول هيقدر يستخدم تداولات الاربع ساعات فيما اعلى اهداف الاستراتيجية اول حاجة هي تعتبر طريقة جديدة للتداول بواتيرة سريعة تقدر تستخدمها بواتيرة سريعة صفقاتك هتقدر تدخل عليه على تداولات صفقات بعدد اكبر تاني حاجة هتقدر او تاني هدف من اهداف الاستراتيجية انها كيفية المسج بين المؤشرات بشكل فعال كخطوة اولى في بناء استراتيجياتك الخاصة انها بتمزج ما بين مؤشرين البربوليكسار ومؤشر الادي اكس تالت حاجة هي هتعلمك الدخول والخروج في جميع الاتجاهات سواء كان صاعد او سواء كان هابط هتساعدك على تحديد الاتجاه المتوقع للمنتج اللي انت شغال عليه طبعا تقدر تستخدمها على كافة المنتجات يعني مش بنحدد ما بنحددش لها عدد معين من المنتجات او منتجات محددة لا انت تقدر تستخدمها في كذا منتج ايا كان هو مؤشرات او عملات او اسهم او سلع طبعا هي تعتبر وسيلة من وسائل ان انت تقدر تحسن بها نقاط الدخول على حسب كان ايه سوء الاتجاهي سواء صاعد او هابط ده وصف مختصر للطريقة والاهداف اللي احنا بنركز عليها في طريقة النهاردة واستراتيجية النهاردة لكن هنتكلم دلوقتي بشكل تفصيلي اكتر عن المؤشرات اللي هنستخدمها ازاي نقدر نطلعها او نستخرجها من برنامج الامتي فور هنتكلم اول حاجة عن مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية ابرش دايريكشن موفيمينت اندكس اللي هو الاختصار لأي دي اكس المؤشر ده بمتكون من ثلاث خطوط خلينا ناول نتكلم ازاي يقدر استخدم المؤشر ده او ازاي يقدر استخرجه من على برنامج الامتي فور ده برنامج الامتي فور قدامك اول حاجة استخراج المؤشر او امكانية ان انت تضع على الشارت هتدخل على قائمة insert وبعد كده indicators وهندخل في trend هيظهر لنا المؤشر هنا بالعنوان اللي قلناه average directional movement index هنتكلم ان احنا هيبقى بالاعدادات الافتراضية بتاعته مش هنغير في الاعدادات اي حاجة هنا بس level D ممكن ما تكونش موجودة عندك انده تقدر تضفها هنضيف عليها مستوى 20 وهنتكلم دلوقت ليه ضفنا المستوى ده في الاستراتيجية بتاعتنا بالذات كده ظهر قدامنا المؤشر او ظهر قدامنا المؤشر بالطريقة اللي قدامنا متكون من ثلاث خطوط اول واحد ده خط الedx خط الedx ده فايدته انه هو بيحدد او بيدينا مدى قوة اتجاه المنتج اللي انت شغال عليه تاني حاجة بتكون منها من الخط اللي باللون الاخضر هو اسمه di plus di plus وده بيعبر لنا عن قوة المشتري او الاتجاه الصاعد للمنتج وبتكون من الخط الاحمر di minus وده بيعبر عن البائعين او عن الاتجاه الهابط احنا دلوقت بنشرح المؤشر بس لكن كمان شوها هنشرح بالتفصيل الاستراتيجية احنا ازاي بنستخدم المؤشر ده في الاستراتيجية بتاعتنا خلينا ننتقل لتاني حاجة او تاني مؤشر معانا في الاستراتيجية وهو مؤشر التوقف والانعكاس اللي هو اسمه perpolic sign طريقة استخراج المؤشر من برنامج ال MT4 هندخل من نفس insert وبعد كده indicators ومن trend هنلاقي المؤشر موجود perpolic sign هنختاره برضه بالاعدادات الافتراضية بتاعته مش هنعدل فيه اي حاجة خطوط ال perpolic sign او نقط ال perpolic sign دي بتساعدنا في الاستراتيجية بتاعتنا ان هي بتحدد درجة او اتجاه السعر هي وسيلة مساعدة لكن الصوت كده مسموع دي الان سامع الصوت هيكتب رقم واحد تمام طيب خلينا نرجع نكمل هنتكلم دلوقتي على مؤشر ال perpolic sign زي ما قلنا باعداداته الافتراضية هو هيكون وسيلة مساعدة او هيكون من ضمن الشروط اللي بتساعدنا في الدخول في صفقات الشراء والبيع الاستراتيجية طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن المؤشرات المستخدمة خلينا نتكلم بالتفصيل اكتر عن خطوات الدخول في الصفقة يعني ايه الشروط او تعتبر الشروط اللي انا لازم يجب توفرها للدخول في كل صفقة اول حاجة هنتكلم عليها وهي مؤشر ال perpolic sign بيقول هنا اذا كان يتواجد اسفل السعر الحالي عندها سيتعين عليك البحث عن فرص الشراء اما اذا كان اعلى السعر الحالي عندها يمكنك التفكير في البيع بمعنى ايه اول حاجة هنا او اول شرط بيقول ان انت لما هتكون خطوط ال perpolic sign اعلى السعر هنا احنا بنفكر في فرص البيع بس ده اول شرط من شروط الاستراتيجية بتقول لنا هستخدم مؤشر ال perpolic sign انه هو هيساعدك في ان انت بتشوف مدى اتجاهه فين او مدى مكانه او تواجده على شارت فين اذا كان اعلى الشموع فهنا انا بقول ان الاتجاه يبقى هابط او في ديه يعتبر اول شرط ان انا بفكر في فرص البيع بس تاني حاجة اذا كان بالعكس اذا كان المؤشر ال perpolic sign اسفل الشموع ده يعتبر شرط ان انا بفكر في فرص الشراء بس طيب ده اول شرط من شروط الاستراتيجية اللي بنستخدمه خلينا نشوف ايه الشرط التاني تاني شرط بيقولك ان الخطوة الثالية هي النظر على مؤشر ال adx لمعرفة مدى قوة اتجاه السعر لن تقوم بفتح صفقات الا اذا كان مؤشر adx اعلى المستوى 20 ليشير الى وجود اتجاه قوة تاني حاجة هنتكلم عليها او تاني شرط من الشروط اللي يجب توفرها ان خط ال adx اللي هو باللون الازرق ده والالوان دي بالاعدادات الافتراضية للمؤشرات ان هو يبقى متواجد اعلى مستوى 20 مستوى 20 ده اللي احنا قلنا بنضيفه اعقول تاني اللي ما اخدش باله بين indicators و trend واختار المؤشر بيبقى موجود هنا في levels هنا بضيف مستوى 20 للي ما استخدمش المؤشر ممكن ما يلاقيش المستوى ده منضاف انت بتدوس على قد وبتضيف المستوى هنا وبدوس اوكي في الاخر طيب تاني شرط من الشروط بيقول لنا ان انت لازم او يجب توفر خط ال adx اللي هو باللون الازرق ده اعلى مستوى 20 طيب طالما هو اعلى مستوى 20 يبقى انا كده ده تاني شرط من الشروط اتحق يبقى اول شرط معانا خطوط البربولكسار سواء كانت اعلى السعر او اقل السعر لو كانت هنا اعلى السعر انا بفكر في فرص البيع بس لكن لو كانت اقل من الشموع او اقل من المستويات السعرية الموجودة انا هنا بفكر في فرص الشراء بس ثاني شرط من شروط الاستراتيجية بتقول لنا ان خط ال adx اللي باللون الازرق ده لازم يكون اعلى اعلى من مستوى 20 انت هنا هتلاقي ان الخط الازرق او خط ال adx ده بيتروه الحركة بتاعته ما بين اقل واعلى مستوى 20 يعني هنا بيقول لنا في المستوى ده انت متفكرش في الدخول لا شراء ولا بيع لان دي الشرط مش متوفر ان هو اعلى من مستوى 20 احنا قلنا ايه فايدة خط الاتجاه ده او خط ال adx ده بيشير الى مدى قوة الاتجاه مدى قوته سواء كان هابط او صاعد هو ما بيشيرش الى صاعد او هابط هو بيشير الى مدى قوته سواء في الهبوط او الصعود طالما هو الخط ده اعلى مستوى العشرين يبقى فيه اتجاه واضح في المنتج اللي انت شغال عليه او اتجاه واضح في السوق بتزيد قوته كل ما بيرتفع عن مستوى 20 هنا في طريقتنا بنقول لما يقل عن مستوى 20 يفضل ان انت ما تدخلش لا بشيرة ولا ببيع في الغالب هتبقى حركة عرضية مش هتبقى فيه اتجاه واضح للسوق علشان كده بنقول يجب تجنب السوق او تجنب الشراء والبيع في المرحلة دي يبقى كده خلاص اول حاجة البربوليك صار قلنا هيبقى مكانها فين وعلى اساسها هنحدد تاني حاجة خط الاد اكس اللي باللون الازرق لازم يبقى فيه مستوى التالت والاساسي اللي على اساسه احنا بندخل شراء او بيع يبقى احنا اول خطوتين هي خطوات مساعدة بتقول لنا ادخل شراء او بيع ولا ادخل اصلا السوق ولا مدخلش طيب النقطة التالتة هي اللي بتحدد لنا امتى اشتري وامتى ابيع وهي تقاطعات خطوط مؤشر الاد اكس اللي باللون الاخدر واللي باللون الاحمر تقاطعات خطوط المؤشر دي هي اللي بتحدد لنا اذا كان انا ادخل شراء ولا ادخل بيع بمعنى هنا لما يكون خط الاد اكس الدي اي بلاس الدي اي بلاس اللي باللون الاخدر او الدي اي ماينوس اللي باللون الاحمر اذا كان التقاطع الاعلى بمعنى ان الخط الاحمر اعلى من الخط الاخدر عفوا عشان ما نطلقبطش في الالوان بالوقت احنا بنفرق ما بين الخط الازرق ده الواحد وتاني شرط تالت شرط احنا هنتكلم عن تقاطعات الخط الاحمر بالخط الاخدر تمام اذا كان التقاطع الخط الاحمر اعلى من الخط الاخدر فدي فرصة بيع هنا بيقول لنا ان شارط البيع هي المتوفرة في السوق يعني انه تدخل بيع لكن ما تدخلش بيع غير بعد ما تتأكد من الشرطين اللي موجودين في الاول اللي احنا قلنا عليهم مؤشر البربوليكس ستأكد اذا كان هو اعلى الخطوط بتاعة الشموع اعلى الخط ولا اسفله وخط الـ EDX هو اعلى من مستوى 20 ولا لا طيب دي الفكرة العامة بتاعة الطريقة تعال دلوقتي هنتكلم على مثال لفرصة شراء ومثال لفرصة بيع وكيفية استخدام الطريقة وكيفية التصرف او الاستخدام الطريقة او خلينا نقول بشكل اوضح ازاي تقدر تتصرف في الصفقة اللي انت هتحتها بمعنى اذا كانت شراء او بيع انا هستخدم او هتعامل معاه ازاي طريقة التعامل مع الصفقة بشكل اضاق طيب خلينا نشوف هنا تطبيقات عملية على صفقة شراء خلينا نطبق بشكل عامل اكتر على برنامج الـ MT4 ونتكلم على الثلاث شروط اللي احنا اتكلمنا عليهم خلينا في المثال اللي قدامنا ده هنتكلم على اول حاجة قلنا عليها او اول شرط من الشروط الطريقة اللي انت بتشوف خط الخطوط البربوليكسار دي اعلى الشموع ولا اقل منها طيب احنا قلنا ايه قلنا اذا كانت الشموع اعلى البربوليكسار يبقى انا هنا ما فكرش غير في فرصة الشراء يبقى ده اول شرط من الشروط اتوافر معنا انا هنا مش هفكر غير في فرصة الشراء طيب تاني حاجة او تاني شرط قلنا عليه وهو مؤشر الـ ADX اللي باللون الازرق مؤشر الـ ADX او الشرط ده بيقولنا ايه انت ما تدخلش لبيع ولا شراء غير لما يكون المؤشر ده اعلى من مستوى 20 تمام نرجع نكمل مع بعض وبعتذر لكم عن مشكلة انقطاع الصوت هنا قلنا اول شرط من الشروط بتأكد من خطوط البربوليكسار هنا بتقول لنا او في الفرصة او في المثال اللي قدامنا بتقول انت هنا ما تدخلش غير فرصة الشراء يبقى ده اول شرط من الشروط اتحقق تاني شرط بيقول ان خط الـ ADX اللي باللون الازرق يبقى اعلى من مستوى 20 وفعلا هنا ابتدى يبقى اعلى من مستوى 20 طيب فرصة الشراء او فرصة البيع هتكون معنا بتقاطع مؤشرات اللي هو المؤشر اللي باللون او الخط اللي باللون الاخدر والخط اللي باللون الاحمر وهنا بيقول لنا ده شراء بس تأكد الشراء بيكون مع ارتفاع خط الـ ADX اعلى مستوى 20 وبربولكسار يبقى اعلى السعر يبقى اعلى من خطوط البربولكسار فاحنا لو هنتكلم على الفرصة دي مع طوافر 3 شروط كانت فرصة الدخول هنا من مستوى 1.19 طيب شوف السعر ارتفع لحد فين تقريبا حقق اكتر من مية خمسة وسبعين نقطة في الصفقة دي احنا هنا بنتكلم على الاطار الزمني اربع ساعات طبعا انت تقدر تستخدم الطريقة على كزا اطار زمني وممكن تقلل الاطار الزمني لساعة والربع ساعة طبعا كل ما هتقلل الاطار كل ما هتزيد الفرص اكتر ولكن طبعا النسب الربح والخسارة بتقل ودي طبعا يعني معروفة ان انت كل ما هتكبر الاطار نسبة الربحة هتبقى اكبر في الصفقة لكن الفرص نفسها بتقل طيب احنا هنا تكلمنا على فرصة شراء وعرفنا التلات شروط وعرفنا امتى ادخل امتى ادخل للفرصة دي بالشراء طيب طريقة ادارة الصفقة ايه يعني انا بمجرد ما دخلت انا عرفت نقطة الشراء لكن انا ما عرفش وقف الخسارة بتاعي فين ما عرفش الهدف بتاعي فين ودي نقطة المهمة اللي احنا بنتكلم عليها ان انت ازاي تقدر تتعامل مع الصفقة ازاي تقدر تدير الصفقة بتاعتها اول حاجة هنتكلم عليها وهي واقف الخسارة واقف الخسارة بنقول ان هو هيبقى موجود اسفل مستوى البربوليك صار بمعنى انت دخلت كمثال هنا نقطة الشراء بتاعتك انت دخلت هنا الشراء بتاعي واقف الخسارة بتاعك بمجرد ما هيينزل السعر تاني عن اسفل خطوط البربوليك صار دي بتبقى واقف الخسارة يبقى تحديد مستوى واقف الخسارة ازا رجع السعر اسفل خطوط البربوليك صارت مرة تانية هنا على طول انا بقفل الصفقة بواقف الخسارة طيب تاني شرط من الشروط او تاني طريقة من طرق ادارة الصفقة وهي تحديد الهدف هنا تحديد الهدف تقدر تخليه او بتجعله متحرك مع السعر اسفل مستوى البربوليك صار بمعنى بمعنى انت دخلت صفقة زي الصفقة دي وابتدى السعر يتحرك في الاتجاه الصفقة بتاعتك ويحقق مستويات ربح طيب انا هوقف او انا امتهاجن الربح بتاعي وبيع الصفقة دي هنا بيقولك انت تقدر تبيع الصفقة دي بمجرد ما مؤشر البربوليك صار يعكس الاتجاه بتاعه يعني تبتدي تظهر نقطة او بداية خط البربوليك صار اعلى الشموع فهنا اول شرط اللي كان على اساسه بيتم الدخول شراء انعكس لبيع فانت هنا تقدر تقفل الصفقة بتاعتك على مستوى ربح كويس يعني احنا هنا لو هنتكلم على فرصة الدخول دي وبمجرد ما السعر انعكس هنا وظهرت خطوط البربوليك صار الى اعلى انت تقريبا جانيت ارباح تقريبا من مية واربعين لمية وخمسين نقطة في الصفقة دي بس طب تالت طريقة من طرق ادارة صفقة الشراء بتقول ان الخروج من الصفقة عندها تراجع مؤشر ال اي دي اكس اسفل مستوى عشرين نقطة دي مهمة جدا انت خلاص دخلت الصفقة دي شراء والسعر ابتدى يتحرك معاك على افتراض ان السعر دخل في مرحلة عرضية ما وما وفي نفس الوقت اول اه شرط او اول طريقة من طريقة ادارة الصفقة ان لأ ما قفلش الصفقة ان خطوط البربوليك صار مازالت اعلى مستويات الشموع لكن خط ال اي دي اكس ابتدى يتراجع عن مستوى عشرين واحنا قلنا المستوى ده هو اللي بيقس لك مدى قوة الاتجاه بتاع المنتج او مدى قوة الاتجاه للسوق فعشان كده بيقول هنا اذا تراجع مؤشر ال اي دي اكس عن مستوى عشرين لتحت انت تقدر هنا تقفل الصفقة بتاعتك وتخرج منها سواء كنت محقق ربح او سواء كنت محقق خسارة حاولت تقفل الصفقة لان هنا بتدى السوق يدخل في مرحلة عدم وجود اتجاه واضح فانت ممكن يعكس عليك بشكل سريع فالافضل بنقول ان احنا هنا طالما في شرط من الشروط اللي احنا دخلنا على اساسها انعكست فانا اطلع من الصفقة دي سواء كان على ربح او سواء كان على خسارة اخر اخر حاجة هنتكلم عليها من طرق ادارة صفقة الشراء وهي عند انعكاس التقاطعات لخطوط مؤشر الاد اكس بمعنى ان انت دخلت هنا فرصة شراء انت دخلها اساسا على تقاطع الخط الاخضر الى الخط الاحمر لفوق طيب فرضا اذا تراجع او اذا انعكست التقاطعات دي هنا بيقول اذا انعكست التقاطعات انت برضو تخرج من الصفقة بتاعتك سواء كانت على ربح او على خسارة يبقى انت دلوقتي بتتراوح تحركاتك في الصفقة دي ما بين تلات حاجات اول حاجة خطوط البربولكسار انت بتشوف مستويات السعر او مستويات الشموع اعلى خط البربولكسار ولا لا تاني حاجة خط الاد اكس اللي باللون الازرق لازم يبقى فوق مستوى عشرين علشان تبقى متواجد في السوق سواء في فرصة بيع او في فرصة شراء تالت حاجة تقاطعات خطوط مؤشر الاد اكس اللي هو الاخدر والاحمر الدي اي بلاس والدي اي ماينس تقاطعاتهم هي اللي بتحدد لك فعليا اشارة الدخول شراء او اشارة الدخول بيع ازا كانت تقاطع للمؤشر او للخط الاد اكس اللي باللون الاخدر لاعلى يعني ازا كان هنا في المثالنا ده خط الاخدر اعلى الخط الاحمر فانت هنا في فرصة شراء طيب خلينا نتكلم عن فرصة بيع نتكلم عن فرصة بيع ونقول مثال عنها تطبيق عملي عليها خلينا نطبق اكتر على برنامج الامتفورة عشان تبقى واضحة او ظهرة بشكل اوضح خلينا نشوف المثال ده هنا هنشوف اول شرط من شروط الطريقة السعر او خطوط او الشموع كانت اسفل مستوى مستويات البربوليكسار فدي اول شرط من الشروط بيقول لنا هنا الدخول في صفقات بيع بس تمام تاني شرط من الشروط هنتأكد من خط الاد اكس اللي باللون الازرق وانه يكون موجود اعلى مستوى عشرين هنا بالنظر انه موجود خط الاد اكس فانا بتأكد ان هو طالما اعلى مستوى عشرين فانا هنا اقدر ادخل في الصفقة تالت شرط وهو الشرط الاساسي ان انا بدخل على اساسه صفقة البيع انه يبقى فيه تقاطع لخط الاد اكس اللي باللون الاحمر دي اي بلاس والدي اي ماينس اللي باللون الاحمر ودي اي بلاس اللي باللون الاخدر لكن طالما التقاطع لمؤشر الاحمر اعلى الاخدر فدي فرصة بيع وبتأكده اشارة البيع هنا طيب لو على افتراض ان انت دخلت الصفقة دي من مستوى اشارة الدخول او الاشارات كلها اجتمعت هنا ان المؤشر البربوليك ساري ادلك اشارة بيع ومؤشر الاد اكس اعلى من مستوى عشرين وتقاطع خطوط الاد اكس الاحمر كان اعلى الاخدر فهنا كانت اشارة البيع من نفس المستوى ده تعال انطبق بقى طرق طرق ادارة الصفقة زي ما قلنا طرق ادارة الصفقة بتاعتك هتكون من ثلاث حاجات اول حاجة انعكاس الاشارة من اشارات البربوليك ساري انه يعكس الاتجاه بتاعه بدلا من انه موجود اعلى الشموع يعكس الاتجاه يبقى موجود اقل من الشموع هنا بقفل الصفقة وهنا بالنظر للصفقة دي هنا ما حصلش كده غير بعد تراجع السعر تقريبا هنا بقلنا اتحددت الثلاث شروط وتوجدت لكن احنا هنا بنتكلم على طريقة ادارة الصفقة بتاعتها طالما السعر موجود اسفل الخطوط البربوليك سار فانت ما زلت داخل الصفقة خط الاد اكس اعلى مستوى العشرين انت ما زلت داخل الصفقة الاشارة اللي انت داخل على اساسها تقاطع خط الاد اكس اللي باللون الاحمر ما زال اعلى الخط اللي باللون الاخدر فانت هنا برضو متواجد في فرصة البيع ادارة الصفقة بتاعتك او اشارة الخروج من الصفقة اللي انت داخلت بيع هنا منها ان السعر يبتدي يعكس اتجاهه اعلى خطوط البربوليك سار او ان مؤشر الاد اكس اللي باللون الازرق يبتدي يتراجع عن مستوى عشرين او خطوط المؤشر الاد اكس تعكس اتجاهها او يحصل تقاطع بالعكس زي ما حصل هنا تمام يبقى هنا الاستراتيجية بتاعتنا بشكل ملخص بتتروح ما بين مؤشرين وثلاث شروط لازم يجب توفره اول حاجة مؤشر البربوليك سار هو اللي بيحدد لنا اذا كان انا ادخل فرصة شراء ولا فرصة بيع يعني ادخل اركز اكتر في تقاطعات الشراء او في تقاطعات البيع بمعنى ان انت ممكن هنا يديك هنا البربوليك سار بيقول لك انت تركز في فرص البيع اكتر ولكن تحت في خطوط الاد اكس يحصل تقاطع للشراء طالما حصل اختلاف ما بين الشروط انت هنا ما بتدخلش الصفقة عشان كده بنقول ان خطوط البربوليك سار او نقط البربوليك سار دي بتساعدنا هي تعتبر وسيلة مساعدة لفلترة الاشارات اللي بتطلع لنا من مؤشر الاد اكس يبقى اول حاجة بتأكد ان خطوط البربوليك سار مدياني اتجاه واضح بالشراء او البيع تاني حاجة بتأكد من خط الاد اكس اللي باللون الازرق ان هو موجود اعلى من مستوى 20 وده بيأكد لنا قوة اتجاه المنتج او قوة اتجاه السوق سواء كان صاعد او هابط هنا هنلاحظ ان طول ما الخط الازرق موجود اعلى من مستوى 20 هتلاقي فيه حرقة قوية او اتجاه واضح للمؤشر او اتجاه واضح للسعر سواء كان بالصعود او الهبوط دي ما لهاش علاقة ان هو طالما بيطلع يبقى السعر بيطلع وهنا بيقيس مدى قوة الاتجاه هنا هتلاقي مثلا السعر في مرحلة هبوط ولكن مؤشر الاد اكس اللي باللون الازرق في مرحلة سعود لان هنا بيشير الى قوة الاتجاه الهابط او وطيرة تصارع مستوى الهبوط بشكل اقوى فده اتجاه واضح بالهبوط لكن الاشارة التالتة اللي بنتكلم عليها او الاشارة الاساسية اللي احنا بندخل عليها سواء كان شراء او سواء كان بيع هي تقطعات خطوط مؤشر الاد اكس طول ما موجود الخط الاحمر اعلى من مستوى الخط الاخدر فانت هنا في نقطة او في منطقة بيع والعكس لو الخط الاخدر اعلى من مستوى الخط الاحمر فانت هنا في مرحلة شراء زي ما هنتكلم هنا مثلا في المثال اللي قدامنا ده هنا خطوط البربوليكسار كانت اعلى من او عفوا الشموع كانت اعلى من البربوليكسار فهنا بيشير الى ان انا اركز في فرص الشراء بسيط على تاني شرط من الشروط وهو خط الاد اكس اللي كان باللون الازرق ابتدى يرتفع عن مستوى عشرين لاعلى فدي تاني فرصة او تاني شرط من الشروط اتحققت وبيقول لنا ان انت هنا تركز في فرص الشراء وبالنظر على تقطعات خطوط مؤشر الاد اكس هتلاقي ان خط الاخدر اعلى من مستوى الخط الاحمر وده بيؤكد لنا مستوى الشراء او بيؤكد لنا فرص الشراء فرصة الشراء للسعر بمجرد ما تلت شروط اجتمعوا في نقطة واحدة فانت هنا بتدخل شراء وفعلا السعر ابتدى حق ارتفاعات وهنا لما دخل في منطقة عرضية لو جينا بصينا على مؤشر الاد اكس هتلاقي ابتدى يتراجع عن خط العشرين لاسفل فده هنا تعتبر احنا زي ما قلنا يعتبر من ادارتك للصفقة ان انت بتخرج من الصفقة اللي انت دخلتها وتبتدي تتابع السعر وتبتدي تتابع الحركة مرة تانية هنا لو جيت تابعة الحركة مرة تانية هتلاقي برضو اتفقوا تلت شروط مع بعض ان خطوط البربوليكسر اقل من الشموع فده بيؤكد لنا فرصة شراء او اركز في فرص الشراء ابتدى خط الاد اكس يطلع فوق مستوى عشرين فده بيجير الى مرحلة اتجاه واضح والخط الاخدر كان اعلى من الخط الاحمر فده بيؤكد لنا فرصة الشراء وفعلا بالتركيز على التلف نواضل هتلاقي ابتدى السعر ياخد اتجاه واضح بالارتفاع والصعود وبكده اقول انا قدرت ان انا وصلت لنهاية محاضرة النهاردة ويا رب اكون قدرت افتكو بالاستراتيجية بتاعت النهاردة وتقدر تساعدكو او تكون وسيلة مساعدة لكم لتحقيق الربح او تكون وسيلة مساعدة لك لو كان عندك استراتيجية او طريقة بتتعامل بيها اي حد عنده اي سؤال بخصوص الاستراتيجية او في نقطة مش فاهمها ممكن اقدر اوضحه له ممكن يكتب السؤال وانا اجاوب عليه دلوقتي اي حد عنده اي سؤال بخصوص الاستراتيجية اللي شرحتها ممكن يقدر يتفضل يكتب السؤال وانا هقدر ان شاء الله اجاوب عليه دلوقتي تمام واضح الامور واضحة عندكم للجميع انا بشكركم على الحضور النهاردة وان شاء الله هبقى متواجد معاكم في محاضرة في يوم الخميس في استراتيجية جديدة وان شاء الله القاقوا تقدروا تسجلوا فيها من من خلال الموقع وتقدروا تسجله في المحاضرة هنا الاستاذ واحد بيسألنا سؤال بيقول اذا كان فريم الاربع ساعات مختلف عن فريم الساعة نعتمد فريم الاربع ساعات بص هنا انا هتكلمك على الحاجة واضحة انت لو ابتديت تبص على الفريمات مختلفة فانت هتلاقي اشارات مختلفة انت توحد الاطار اللي انت شغال عليه بمعنى انت الاطار الزامني والياقون الساعة او الربع الساعة مديك فرصة تشيرة فهو مديك فرصة تشيرة وليكن لهدف اربعين نقطة او خمسين نقطة فهنا محدد لك محدد لك ان الهدف صغير لكن لو بصيت الاربع ساعات ممكن يكونوا الاربعين خمسين نقطة دول مستوى تصحيح صغير بس فيهم لكن هو بيبص لتارجت اكبر مية ومتين نقطة فانت الافضل لك ما تحاولش تشتت نفسك ما بين الفريمات المختلفة لان انت اكيد هتلاقي اشارات مختلفة وكل فريم زمني بيتارجت هدف معين يعني الاطار الزامن الربع ساعة ممكن هيخليك تستهدف عشر او خمس عشر نقطة بس لكن الاربع ساعات بيخليك تستهدف مية ومتين نقطة فانت ممكن الهدف بتاعك اللي على الربع ساعة يكون هو مستوى تصحيح شامعة صغيرة في الاطار اللي اربع ساعات مالهاش اي تأثير اصلا او مالهاش اي تأثير خالص على الطريقة بتاعته عشان كده بنقول ان انت لما هتعتمد اطار زمني اعتمد عليه الواحد وبس ما تحاولش تشتت نفسك ما بين اكتر من فريم علشان ده هيلغبتك وهيدي لك اشارات متضربة مع بعضها تماما تمنى ان اكون فهمتك النقطة دي اه لو اي حد عنده اي سؤال تاني يقدر تفضل يقوله اه واضح ان الامور واضحة للجميع اه بكده وان شاء الله انا بشكركم على على الحضور وان شاء الله القاكم في محاضرات قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته